بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزها قام بتسليم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه بفخامة الرئيس في العاصمة السورية دمشق وقد نقل معالي خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب السوري الشقيق بالتقدم والازدهار ومن جانبه حمل فخامة الرئيس معالي السيد وزير الخارجية نقل خالص تحياته وتمنياته الطيبة لأخيه جلالة السلطان المعظم وللشعب العمني بدوام التقدم والرخاء معربا عن أصدق التهاني لجلالة السلطان المعظم والشعب العمني بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد كما تناول اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على الحرص المشترك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالمنافع المتبادلة على البلدين وشعبيهما وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود والمساعي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حضر المقابلة مع الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية كما حضرها سعادة السيد تركي بن محمود البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية العربية السورية وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير اشتركوا في القناة